أهداف عدة بل ورد أسباب قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو التي كانت وستظل نقطة تحول رئيسية في تاريخ مصر الحديث فبعد سنوات من الظلم تحت وطأة الاحتلال من ناحية وظلم الملك وحاشيته من ناحية أخرى أدت إلى حالة من عدم استقرار عاشتها مصر في ظل الفقر والجهل تكمن أسباب الثورة في فساد الحكم واستمرار الملك فاروق في تجاهله للأغلبية واعتماده على أحزاب الأقلية فضلا عن الاترابات الداخلية وقيام حرب فلسطين وطوريط الملك للبلاد فيها دون استعداد مناسب ثم الهزيمة وسوء الحالة الاقتصادية في مصر وغياب العدالة الاجتماعية الحياة السياسية في مصر اتصفت بالفرقة والانقسام وتغليب الأغراض الشخصية على السياسية وقد ظهر عدم الاستقرار في الحكم نتيجة تعاقب الوزارات في الحكم في سرعة مذهلة حيث تولت حكم البلاد في الأشهر الستة الواقعة بين السابع والعشرين من يناير والثاني والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة اثنين وخمسين أربعة وزارات لمعدل شهر ونصف لكل وزارة وهو ما يشهد على أن البلاد كانت في حالة قلق والتراب وأن شيئا لابد أن يحدث لعلاج ذلك الوضع وعلى إثر هزيمة الجيوش العربية في حرب الف وتسعمائة ثمانية وأربعين تأسس تنظيم الضباط الأحرار في الجيش بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعقد الضباط الأحرار عدة اجتماعات يتدارسون من خلالها الموقف في حضر وحيطة كان آخرها الاجتماع الذي عقد يوم الثاني والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة اثنين وخمسين للاطلاع على الخطة النهائية للتحرك وفي ليلة الثالث والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة اثنين وخمسين قام الضباط الأحرار بالسيطرة على عدد من المواقع المدنية الحيوية لضمان عدم تحرك قوات عسكرية ضد معرفة في بداية الأمر بحركة الجيش وأذيع البيان الأول للحركة الذي حمل في مضمونه المبررات الرئيسية لقيام الثورة وأرغم الملك فاروق على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في السادس والعشرين من يوليو من عام الف وتسعمائة اثنين وخمسين وهو ما لاقى تأييدا شعبيا كبيرا وحظيت الثورة بتأييد شعبي جارف من ملايين الفلاحين والعمال وطبقات الشعب العاملة وكان هذا التأييد بمثابة تكليف لقادة الحركة بالاستمرار وبذلك استمدت ثورة تيوليو شرعيتها من الشعب بعد تأييده لها وتعبيرها عن واقعه وآماله في تحقيق الاستقلال والكرامة ستة مبادئ بلورت أهداف الثورة للتأسيس لحقبة جديدة في تاريخ مصر يكون فيها حكم مصر للمصريين وحدهم وتكون العدالة الاجتماعية هي جوهر هذا الحكم لتصبح بذلك الثورة ومبادئها خارطة طريق لمصر والأمة العربية على مر العصور